السلام عليكم جمالينا. نتابع درسنا اليوم ودرسنا اليوم بالسبيس خريم تركتر وهذا الدرس الثاني. حكينا طبعا نحن عنا نوع السبيس درس بالدرس الاول. اليوم راح نركي عن كيف منحدد استقرار السبيس درس. نحسب كيف نحسب القوى. وبعض الديزاين بارامترز والكمبرنج للسبيس درس. الobject of this presentation is to determine the stability and determinancy of space trust. determine member forces of space تحديد الاستقرار والثبات لهيكل الفراغي. بما انه يعمل بسلاس اتجاهات اذا لدينا ثلاث ردود افعال وثلاث معادلات توازن سيجمي فاي سيجمي اف اكس سيجمي اف زد يساوي الصفر. والاستقرار المنشأ لدينا ار هي الرياكشن. تبع المنشأ لانقول المنشأ ثابت لازم الرياكشن تكون. اذا كانت اقل من ستي فمنقول المنشأ لسبيس درس انستابل. اذا كان اكتر من ستي نقول اكستيرنال انديترماند غير مقرر. بفرض ام هي عدد عناصر المنشأ الهيكلي والجي هي عدد عقد المنشأ الهيكلي والار هو عدد السببور. اذن معادلة ام عدد العناصر تساوي ثلاث جي زاد ار يعني ثلاث اضعاف العقد زاد ردود الافعال. اذا كان عدد العناصر يساوي الثلاث جي زاد ار منقول المنشأ مستقر ومقرر داخليا. اذا كانت عدد العناصر اقل من ثلاث اضعاف العقد زاد الرياكشي منقول غير مستقر. اذا كان ام اكتر من ثلاث جي زاد ار منقول غير مقرر داخليا. اذا العلاقات لتحديد استقرار وسببات المنشأ وتقرير المنشأ ثلاث علاقات. الهيكلي الاستقرار الداخلي او مقرر محدد داخليا اذا كان ام زاد ار يساوي ثلاث جي. اذا كان عدد العناصر زاد عدد الرياكشن اكبر من ثلاث جي منقول عنه غير مقرر الثلاث غير مقرر. اذا ام زاد ار اصغر من ثلاث جي منقوله غير ثابت او غير مستقر. اذا كان عندي ار اصغر من ستي منقول اكستيرنالي انستابل اذا كان ار يساوي ستي منقول ديترمايند. واذا كان المنشأ مستقر وعنه مقرر اذا كان انه مستقر. اذا كان اكبر من ستي من كله عنه غير مقرر. اذا اذن ذكرنا العلاقات اللي بتأدي الاستقرار واستقرار الاستقرار المنشأ. عنا مثال صغير. عنا ثلاث عناصر. عندك ثلاث سب بورت. اذا طبقنا العلاقات. عدد العناصر هي ثلاث عناصر. عنصر اثنين ثلاثي. عدد العقد. الجي فور واحد. اثنين ثلاثي اربعة سب بورت ثلاثي. وعنا ثلاث. باعتبار ثلاث مساند. وكل مساند فيه ثلاث موادلات. معنات الرياكشن عندي تسع رياكشن. اذا ام زاد ار يساوى طنعش. ثلاثي جي يساوى اثنين. معناتها ام زاد ار يساوى ثلاثي جي. معناتها المنشأ مقرر. بسهل الثاني. عدد العناصر اذا عدينا عدد العناصر واحد اثنين ثلاثي بالوجه. اربعة خمسة ستة سبعة تماني تسعة عشرة ايداش. ناش تلتاشر عنصر. تلتاشر عنصر عنا. هذه تلتاشر عنصر جي بنشأل الام. تلتاشر عنصر. عدد العقد نشوف واحد. اثنين ثلاثي اربعة خمسة ستة سبعة اثنين ثلاثي افعال باتجاهات اكس واي زيت. معنات عندي الار هو اثناش. ام زاد ار يساوى خمسة عشرين. ثلاثي جي اربعة وعشرين. معناتها ام زاد ار يساوى خمسة عشرين اكبر من ثلاثي جي. اللي هي اربعة وعشرين. مقول معناتها غير مقرر. المنشأ غير مقرر. هاد المسال الثاني اخدناه. المسال الثالث بحساب قوة مثلا. او. 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 نشوف المسال هون اللي راح نقدمه عن القوة اللي عناصر الفيه قوة تساوي صفر. اذا شفنا العقد ال. نتابع معنا هالعقد هاد ال. هالعنصر واحد. القوة فيه صفر. العنصر التلاكة القوة فيه صفر واربعة وخمسة. ايضا بالجونت ام. اذا اخدنا الجونت ام. طلعنا العناصر الف ستة الف ثمانة واف اتنين. ايضا القوة فيها صفر. الجونت جي. اذا اخدنا الجونت جي. لعزونا هون الجونت جي. اذا اخدنا الف تسعة الف عشرة والاف داعش. القوة فيها صفر والاف خمسة والاف خمسة والاف ستة ايضا القوة فيها صفر. اذا هيا العناصر بمنشأ ممكن يكون فيها صفر. طيب. السؤال طالما هزي العناصر او المنبر القوة اللي فيها صفر. ليش ما منضيها من المنشأ? مين بيجاوبنا عليه. وهذا سؤال للزملاء اللي بيجاوبنا عليه. ليش ما منضيها العناصر من المنشأ? هذا منشأ تاني. مسال صغير. للعمل. بدنا نحسب القوة. الشكل. بنشوف الشكل الهرمي. في عندي العقضي جي والعقضي اتش. في عندي. اربعة كيلو نيوتن. اتنين كيلو نيوتن. عندي الرياكشن. موجود اي بي سي دي. الرياكشن موجودة فيه سببورت. اربعة سببورت. عدد العناصر. فننا نحسب القوة بالف اي والاف سي والاف جي والاي اي والاي دي. مين بيعرف شو القوة اللي راح تكون بهاز العناصر. جربوا بعمليه حسابيه سواء بالتي فاكتر الكوفيشينت او رتنشين كوفيشينت ميزود ولا بعملية قص حساب ردود الافعال اخذ عقد. باي طريقة جربوا وحسبوا القوة بالعناصر اللي ذكرناها لهذا الشكل. ديزاين برامتر. همشي بالموشة بالديزاين برامتر. نحدد. الديبس لا. المجول. المجول. وعندي ديبس. في عندي علاقة دائما. هي على دي تساوي اطناعز زاد ناخص اتنين. طول المجول. المجول. والدي ديبس. من هالعلاقات بتحسب ابعاد المجول. والعدد بتم بناء على للمسافة الاجمالية للفتحة او للسبان الموجود عندك. اللغة العربية. الفتحة الكمبر سيتم تقوم بتعديد من الصحة اتنين. الاناليسي هي نحن تشرفت بس ، نحن تضاريب الاناليسي ، نحن تشرفت بس. الرسم طاوة نتقد قصة. ودنال في هذا التالي هي نحن تشرفت بس. joint in the layer of the grade. اللغة الانجليزية نحنا شرحناها باللغة العربية. ازا الكامبرينج والسلوب اللي ممكن نعمله بالسبيس ترس بنكون متل متل ما اكون شافين بالصورة. الاي بي سي دي. عنديها اربعة اشكال. اه معظم اه المنشآت الشبكية بطبقتين لها صلابة كافية وما في حاجة للكامبرينج. الكامبرينج عادة ان نستخدمه مشان تصريف الرياح. او ازا في عندك حمولات كبيرة وممكن يجي يصير عندك ممكن تعمل كامبرينج. ازا الكامبرينج هو عبارة عن نسبة من واحد على ثلاثمية من طول القصير للمبدأ. اذا اخذنا فكرة بسيطة عن الترس بسبب الطوة. الكامبرينج. الديزاين برابيتر للمجهول سايد او المجهول دايمينشن thePA بال بالنكست برزنتيشن بدنا نحكي عن الاستركترال launch 엔�ifa والاستاتيك انالايسيز والاهرس كوك records Sputance والاستاباليتي. نشرع عنونا شوي. وبنذكر بس عملية حساب القوى بالعناصر ممكن نحسبها بحساب ردود الأفعال بعدين أخذ عقد ممكن نقطع بأي مكان ونحاول دائما لما نقطع ونحسب القوى بأي عقد بيكون أقل اتصال عناصر ليكون عندي أقل عدد مجاهي وأحسن أحسب القوى هذا بس موجة صغير لننتقل بعدين بلوبرزنتيشن رقم 3 إن شاء الله لنحكي عن نرجع من نذكر Structural Analysis Static Analysis Airsequig Resistance Stability ونشوفكم بالبرزنتيشن 3 ونرجع من نوه ولو قررنا بالحديث البرزنتيشن اللي منقدمها ودروس الصغيرة اللي منقدمها ما بحب تطول فيها حتى ما نشعر بالملال وما تشعروا أنتم بالملال وتتابعوا معنا ويكون في استيعاب واستقبال لما يتم ذكره ومناقشته إذا فيه أي سؤال ممكن على الخاص على العام يوتيوب وين بتكون جاهزين ما في مشتي وإن شاء الله نشوفكم بفيديو قادم والله تكون نشوفكم بفيديو قادم نشوفكم بفيديو قادم